اهلا بكم في الاسين استيتيوت الحقيقة الاسين استيتيوت ده ترمينولوجي موجود يمكن بقاله 6-7 سنين وإحنا الاسين بدأت القصة من من اللي انها اماننا اسين كلاب من 15-16 سنة وكنا بنعمل كل شهر شركة سبونسر ميتينج والميتينج ده ممدة لغاية من الاخر 6 سنين ونفكر نشمله اكتر حاجة اسمها الاسين استيتيوت الاسين استيتيوت يشمل كذا حاجة اولا هو الاسي كلاب نفسه وبعدين ووركشوبس وبعدين فيه سبيشيال ميتينج انسايد ده هاستلز وفيه اوارنس ميتين انسايد ده هاستلز الوركشوبس دول ممكن يبوا ايكو ممكن يبقى انترفينشن ممكن اي بي اس انسايد هاستلز وده انسايد اي سي هاستلز وده ممكن يبقوا الوكال والانترفينشن ممكن يبقوا من الناس المصريين موجودين اول نبي حاجة انترفينشن ميتينج مع ناس من برا مصر بيجونا ويحضروا عندنا وده جزء تعليمي الانستيوت وعندنا حاجة اسمها فيلوشيب بروجرام ستارتين وعندنا سبيشيال ميتينج ده كاترة انسايد هاستل ده كل شهر شركة مسؤولة مع الاخصائيين كيس تسكاشن مع جايد لاينز وبعدين عندنا اوارنس للهارت فيرير وعندنا اوارنس للفارماسيست ده جزء ممدود انسايد هاستل الكنسرن ابود اي سي كلاب اللي هو اللي بقى لنا الحمدلله 15 سنة فيه ده فكرة اولا بتجمع كل الكارديولوجيس والانترنس في اسكندرية حوالين اسكندرية يعني مثلا منطقة البحيرة وحوالين من ايدكو رشيد مرسمات روح الدكاترة حوالين اسكندرية والدكاترة دول كارديولوجيس انترنس او سي سيوز او كيدي كالكير الناس دي كلها يهمها او يبقى فيه ديسكاشن مع الاسلثة هو شركة ولكن يكون لدي الناس Festival بيبقى فيه اماما كيayس اماما انتراكشن ترايل우ز اماما اEntراكشن امامااً بيست اماماً بيست اماما اترنس Or scary او اتي سي سي امليكان رجال is امريكانى او جيم او se ello tor에서 يربط المنخصion ونعمل نشرحهم في ساعتين بالليل في يوم في نص اسبوع كل شهر او ساعات كل شهرين حسب الماتيريا الموجودة القصة في الموضوع ان الديسكشن ده بيبقى فروتفول ان انت بتشوف بسرعة في ساعتين زمن بتاخد معلومات سريعة بوست الاسبوع وتروح فدي الفكرة فيها زي كابسولة بس كابسولة دسمة وبعدين ما فيه انتراكشن بين الناس فهيس الناس تعرف بعضيها ولكن انا عاد عنده سؤال في حالة مؤينة عنده دي حاجة مهمة اوي في انتراكشن انا بدأوكم كمان المرة دي كان من اقوى المرات اللي هنعملها يوم 11 نوفمبر اللي جاي في جرين بلازا هيبقى الساعة 9.30 بالليل والمرة دي احنا اختارنا الـ New Guidelines زي ما انتم عارفين فيه جيو ادلانس بعمل جديدة الـ European Society of Cardiology عاملة نيو جايد لانس فا احنا عاملين مختارين ستة نيو جايد لانس واحدة عن ديسل ايباديميا يولها دكتور طريق الزواوي واحدة عن الأكيوت مومين بريز ما هيولها الدكتور عمر زاكي والـ Corona syndrome الدكتور احمد العمراوي الـ Cardiovascular Pregnant هيولها دكتور شريف واجدي الـ SBT هيولها دكتور السنهوري وبعدين الـ Diabetes Pre-Diabetes Cardiovascular Pregnant هيولها دكتور معتاز الزاكي الدكتور اهم الدكتور في حتكلم عن الـ Rule of Statins ده مخادرة الشركة اللي هي المرة دي الحقيقة الـ 6 دول هنحاولهم بعد كده الـ Flash وحضرات تبقى Sponsor وحضرات تبقى Sponsor وانتو ماشيين ده حاجة تقدر تراجحها وتبقى Take-home message من New guidelines لانا في الاخر انت لازم تطلع بحاجات وحاجات تطلع تراوح بيها سوف اتطلعت بيها أثناءها اتطلعت بيها بعدين وممكن فيه discussion in between فانا بشكر كل القائمين على العمل طبعا ده بشكر إدارة تنظيمية لها ده شركة ايكم وبشكر شركة الدكتور هابر روبي المسؤول عن الماركتنج في الاي سي سي وبشكر شركات المنظمة والـ Sponsoring المرة دي شركة سانوفي هي Sponsor This IC meeting في 11 نومبر هيا بدركوا لك وتحضروا ان شاء الله موسيقى